في حاجات في الكورة رياضة بشكل عام مهمة جدا مهمة جدا وما بقت شفرعية بقت حاجة أساسية يعني ما ينفعش نقول إيه ينفع تبقى موجودة ولا ما ينفعش تبقى موجودة من الرفاهيات ولا مش من الرفاهيات لا هي بقت حاجة أساسية في العالم كله أتلوقع جهازة فنية لفرق كرة قدم في العالم عنده أخصائي تغذية عنده أخصائي نفسي عنده حاجات تانية كمان لسه ما فهمناهاش أو معرفناهاش يدوبك دول اللي شفناهم وفهمناهم وعرفناهم فبقى الموضوع ده في الرياضة وفي كرة القدم تحديدا حاجة مش فرعية موضوع التغذية وإزاي اللاعب بيشتغل على موضوع التغذية ده بشكل كويس عشان يحافظ على صحيته عشان يحافظ على اليوقت البدنية عشان يحافظ على الفتنس بتاعه بشكل عام الحاجات اللي احنا فاهمينها بشكل طبيعي كناس عادية ما بالك انت الرياضيين واللعبين عشان كده يشرفني وينورني في هزا الفقرة يكون معايا الدكتور علاء الدين عبد الرازق استشارئ العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية وتغذية الرياضيين فهمنا أكتر يعني ايه تغذية الرياضيين يا فنم شرف ومنور حقيقي سعيد جدا بتغذية احنا نصحنا بحضرتك انا اللي سعيد مع حضرتك ويا رب تكون كده جزء خفيف للسادة المشاهدين يستمتعوا بي ان شاء الله ونتعلم منه نفهم كمان طيب دكتور علاء احنا السؤال الاول هو سؤال نقضي شوية هل احنا متأخرين في هذا الامر فكرة الاهتمام بالتغذية الاهتمام بفكرة استشاري التغذية بالنسبة للرياضيين او لعب كرة القدم في مصر ولا احنا خلنا خطوات ايجابية بص حضرتك احنا كنا متأخرين لكن احنا في السنين الاخيرة او في اخر سنتين تلاتة لا الموضوع بدأ يتطور بشكل ايجابي جدا بدليل ان كل الاندية الكبرى بدأ يبقى عندها اقصائي او استشاري تغذية حتى الاندية او حتى اللعيبة اللي عايزة تزود مستوى المهاري بتاعها بدأت حتى لو النادي او حتى لو الاندية اللي ما عندهاش امكانيات لكده بدأت تبدأ تتابع مع اخصائيين تغذية وخصوصا في المجال الرياضي بشكل فردي بشكل فردي لان هو اللعيب اللي عايز يبقى فت هو مش لازم يبقى فت بس بفكرة ان هو يبقى بيلعب رياضة او مهارة ممكن يبقى عندك لعيب مهاري جدا لكن عنده شورتج او عنده نقص كبير في عناصر التغذية بتاعتهم ما بيكلش كويس ما بيكلش في موعيد كويسة ملاخبط في الاكل بتاعه هو تمرينه الصبح ولا بالليل فهو لازم يتقيم كويس وبعد ما يتقيم كويس يحدد له البرنامج وده بيفرق في مستوى اداءه فاحنا كنا متأخرين لكن احنا لا في الفترة الاخيرة احنا تطورنا وبنتطور بشكل كبير جدا 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 على كل القطاعات الحقيقة انا هتكلم بسوط المواطن العادي اللي مش فاهم برضو حراك تفاصيل التخصص ده ايه انا اللي فهمه انه اللي بيلعب كورة اللي بيلعب رياضة اللي بيلعب بسكت اللي بيلعب ملاكمة ده قريدي هو رياضي فهو مش محتاج اصلا كنيني في اكل ليه وتغذية ليه ما انا كده كده بجري وبخش الجيم وبعمل كل حاجة صح فانا ما عنديش مشكلة في موضوع التغذية ممكن واحد زي حالاتي يزيد حتة في مكان معين يدخن شوية محتاج يخص شوية وفكرة التخصيص والزيادة الوزن دايما التغذية مرتبطة بالتخصيص يا حقيق لكن التغذية اعتقد ملهاش علاقة بالتخصيص بس لا احنا نتكلم على الجزء الرياضي ياري احنا الجزء الشخص الرياضي اي شخص رياضي بنقيمه من ثلاثة عوامل انا هختصرهم سريعا لان هما مجالهم واسع جدا الجزء الخاصي اللي هو الجزء الجيني هل اللعيب دوت وطبعا كان زمان الحاجات دي الجزء الخاص بالجينات دي كانت بتتعمل في لاب او معامل برة الحقيقة الحمد لله في الاخر سنتين بدأت تبع فيه معامل بتعملها في مصر هي بتتعمل مرة واحدة في عمر اللاعب بتبين له ايه الوجبات اللي انت مش مفضل هي ممكن تبقى مفيدة بس لا انت عندك حساسية معينة منها فانت لازم تبعد عنها وايه الاكلات اللي هتبقى مفيدة جدا وهتحسن لك مستوى ادائك ده كمان اللاب او التحاليل دي بتبين كمان مستوى اداء اللعب انت هتلعب كورة لا 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 انت المفضل لك لعبة تانية غير الكورة ده الجزء الجيني طيب الجزء الخاص بالتمرين يعني ايه اربع عوامل اللعيب دوت بيلعب ايه هل اللي بيلعب بسكت زي اللي بيلعب كرة قدم زي اللي بيلعب كراتي زي اللي بيلعب ويت ليفتنج ده جزء طيب اللعيب ده بيلعب كم مرة هو بيتمرن مرة في اليوم ولا بيتمرن كل يومين ولا هو بيتمرن مرة في اليوم وبيروح جيم هل اللعيب دوت بيتمرن في الصيف ولا في الشتاء وهل اللعيب دوت في فترة ايه يعني بنيجي نقول مثلا في الفيرس تيم لا اي نادي من الاندية اجي يقول لهم انت فترة ايه انت فترة اعداد ولا انت فترة منافسات ولا انت فترة بطولة زي اللي كان فيها الأهلي الفترة الأخيرة ولا هل انت في فترة اللي هي الريكوفري اللي انت خلصت البطولة وعايز تعمل مرحلة اللي استشفى كل دي فاكتورز نقدر نقيم بيها اللعيب الرياضي كل دي تحتها طالس وتحتها بيانات كتيرة جدا طيب برضو تفصيلة واستحملني شوان ممكن الأسئلة بحكم تخصص حضرتك تقول الأسئلة التفحل السطحية دي بس هحاول أوصل بيها يعني أحيانا بنخش كده على انستجرام أو فيسبوك أو تويتر ونشوف لعبة كورة أو رياضيين كبار يعني وعنده مطش مهم تلاقيه ما شاء الله قدامه وليمة فيها حمام وفيها محاشي وفيها فراخ وفيها لحمة وبعد اسأل نفسي السؤال هو اللاعب ينفع يأكل عادي كده الحاجات دي كلها ولا ليه أكل معين ولا ليه فترات ممكن يأكل فيها الأكل اللي زي بيقولوا كده احنا بنقولها بالبلد بعك عادي براحتي ينفع ولا ما ينفعش دي بتضر عليه لو هو مثلا كالأكلة فيها زيادة شوية ممكن تضره وبيلعب ممكن لقدة ولا تأثر على صحيته تفاصيل دي حراك بتشوفها طيب نتكلم في الموضوع في كذا شكل طبعا الموضوع اللي حضرتك بتقول عليه انه هو لعيب عنده ماتش بكرة انه يبقى عنده وليمة دي ما بتحصلش حصلت مع اللعيب الكبار خالص اللي كان المدرمين ما بيدرش يسيطروا عليهم زي مرادون انا سمعت كده قصص ان المدرم بتاعه كان بيقول انا مقدرش هتحكم فيه يأكل زي ما هو عايز ده لعيب مهاري لكن لو حضرتك تفتكر كويس قوي انه ما كانش فيه اعتماد على مستوى الفتنس بتاعه يعني كانوا بيشتغلوا على المهارة بتاعت اللعيب مصدوط لكن تغذية الرياضي دي حاجة مختلفة تماما هدي حضرتك مثال صغير انا عندي اتنين رياضيين بيلعبوا نفس اللعبة ده وزنه 80 كيلو ده وزنه 80 كيلو بس لعيب الكورة اللي مثلا نسبة الدهون اللي عنده من 6 ل 13% ده لعيب اكسبتد او نسبة الدهون اللي عنده مقبولة جدا لكن انا عندي نفس اللعيب سوري لعيب تاني ونفس الوزن بس انا فجئت ان نسبة الدهون عنده توصل ل 17 و 18 و 20% اللعيب اللي مستوى الدهون اللي عنده من 6 ل 13% لو هما الاتنين بنفس المهارة مستوى البرفورمانس والاداء بتاعه يبقى اعلى لان نسبة الدهون لما بتقل مستوى البرفورمانس يبقى لي مش تقل عن الطبيعي لان برضو فيه ناس بتفهم الموضوع بشكل خاطئ انا احاول اقلل الدهون على قد ما اقدر يعني بالشيء بالشيء يذكر رونالدو هو اعلى كريستاني رونالدو اعلى لعيب يوصل لنسبة الدهون اكسبتد مقبولة يعني احنا الرياضي مفروض يبقى من 2 ل 4% ده لحد الادنى الدهون الاساسية فاش ينزل عنها وبالتالي لو نزل عنها يتضر اه طبعا لو نزل عنها اكتر لان احنا فيه عندنا نوعين فيه عندنا حاجة اسمها احماض دهنية اساسية للرياضي وفيه عندنا نوع من انواع الفيتامينز اللي هي بتدوف في الدهون فاذا ما كانتش موجودة خلاص اللعيب دوت هيفقد كل انواع الفيتامينز ومنها اقولهم فيتامين دي بالذات اللي احنا بنتكلم عليه في الفترة الاخيرة بدرجة كبيرة وبالتالي لو انا عندي نسبة الدهون عند اللعيب زيادة مستوى اداءه في الملعب هيبقى ضعيف جدا جي نمرة واحد طيب اللعيب دوت كان عندنا زمان اللعيب رايح يلعب ماتش تاني يوم نص فرخة وفرخة وياكل بكميات كبيرة لا هو انت بتاكل بروتين بس انت بتاكله بكميات معينة وعلى حسب سنك هل انت ناشئ ولا هل انت عدد 18 سنة لان عدد الجرامات بتفرق نمرة اثنين نمرة تلاتة انت هتلعب بكرة ولا مش هتلعب بكرة انت هتلعب الساعة كام يعني لو اللعيب دوت عنده ماتش مثلا مثلا زي الاهلي بكرة هيلعب الساعة مثلا تلاتة او اربعة ايوة تمام الوجبة الرئيسية بتاعته تبقى الساعة 11 قبل الماتش باربع ساعات الوجبة الرئيسية اللي فيها بروتين وفيها نشويات وفيها نسبة دهون مقبولة بقى قبل المباراة بساعتين بيبقى فيه طبيعة أكل معينة بلا دهون وقبل المباراة وفيه أثناء المباراة وفيه ما بعد المباراة اللي بنسميها الريكافري سمعنا عن الريكافري الريكافري دوت استشفى وكانوا بيعملوا بأجهزة معينة لكن ده فيه ريكافري في التغذية لو اللعيب في خلال نص ساعة من المباراة عمل جزء الريكافري اللي خاص بالتغذية هو عوض جسمه عن كل الجلايكوجين اللي هو المخزون من النشويات اللي فقده في المباراة وكأن شيئا لم يكن لكن هو روح بيتهم وكالبيتزا محترمة هو ما عوضش نسبة الجلايكوجين وتاني يوم يقولك أصله اللعيب تعبان لا 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 هو اللعيب ما عملش فكرة الريكافري بشكل جيد طيب موضوع التغذية ده أو طريقة الأكل ممكن تعمل إصابات لللاعبين أكيد تعمل إصابات لو أنا عندي لعيب زي ما وصفت لحضرتك نسبة الدهون عنده عالية وبالتالي واللعيب ده ده هيدريتد ما عندهش مية ما بيشربش كمية مية كويسة ده عرضة للإصابات عن لعيب نسبة الدهون اللي عنده قليلة وبيشرب مية كويسة وبيتغذى كويسة بمعنى إيه لو أنا بدي العضلة بتاعتي كم النشويات اللي محتاجها عشان يتخزن جواها جلايكوجين معنى كده أن العضلة مستوى أداءها هيبقى كويس طيب العضلة دي ما فيهش جلايكوجين كويس إيه اللي هيحصل مزء إصابة بتوصل لبعض اللعيب نتلاقي اللعيب يضوخ ويقع في الملعب وبنلاحظها وما بنفهمش كلاس كتير ما بتعرفش تفسيرها لا ده هو وصل كمية النشويات اللي جوا جسمه لدرجة اللي هي عملت له النوزية والدوخ وده سبب لسوء التغذية طيب لعيب ما خدش كمية البروتين بتاعه طب فين التغذية بتاعة العضلة اللي هتبقى موجودة وبالتالي هو عرضة للإصابة عكس بقى اللعيب وده اللي بيدي لحضرتك لو تلاحظ كتير بشكل خاطئ ومن ورا المدرب وللأسف الشديد ما بيخدش بالمدرب لانه مش حاطة تحدفه هو نفسه مش فاهم بالزبط يعني هو اللي بيأكل غلط كتير وبيأكل كتير فلما ييجي تصاب يقولك يا العيب ده حظ وحش قوي قضاء وقدر وإصاباته كتير غزبا عنه ما بيبقاش حظ وحش بيبقى طبعا في جزء منها طبعا جزء الياق وكده وقدري بس في جزء منها بيبقى كبير خاص حتى عارف حضرتك إن في الإصابات يعني عندنا أكرم توفي نتمنى له الشفاء في فترة العلاج الطبيعي أو التأهيل اللي بيعملها ده لازم يبقى ماشي على برنامج غزائي عشان العضلة تتقبل نسبة التغذية وبالتالي تبدأ يبقى العضلة تستجيب بشكل أسرع معنا طيب السؤال اللي جاي وطبعا بدون ذكرى أسماء هل بيجي لك لعبين بعد فترة غياب طويل يقولك والله أنا جاي جسمي مليان في بعض المناطق منطاطق البطن والأرضاف والمناطق اللي بتدخن عند كل الناس دي يقولك والله أنا عايز حاجة سريعة أنا مش عارف بقى أخس بسهولة فوالله أنا محتاج الأجهزة الجديدة اللي هي بقى بتاعتشفت أنا مفهمش مسمياتها إيه لو سمحت خليني شكل فتة على طول بتحسن أكيد هل ليه أضرار؟ الأجهزة لأ الأجهزة لأ الأجهزة اللي هي لها علاقة بالري شابينج أو التخسيس الموضعي هي بتقلل كمية الدهون اللي متخزنة أو اللي يتم تخزنها في المناطق دي لكن هرجع بس شوية كده الوار هو اللعيب ده رياضي اللعيب ده لو هو في فترة جاي هيبدأ يدخل مرحلة اللي هي الاستعداد لازم تدي له برنامج غزائي بس أحنا عندنا مثلا الرياضي نسبة الدهون اللي بيأكلها لكل كيلو جرام جوا جسمه من نص لواحد ونص لا اللعيب ده أنا همشي على نظام غزائي للرياضيين بس هقلل نسبة الدهون اللي بيأخدها كل يوم لنص اللي هو الحد الأدنى عشان يفقد دهون بس في نفس الوقت ما أثرش على البنيان العضلي بتاعه فيبقى دهون بس ينزل دهون ومع ممارسة الرياضة ويستمتع أنه هو بيكمل المشوار أو بالبرنامج العداد بتاعه زي ما انت عايفة أنا ليس أقلتك السؤال ده أنا في بعض اللعبين شفتهم في الدورة السنية دي بدأوا الموسم جسمهم واضح أنه مليان فجأة بعد اسبوعين تلاتة فلاقيت جسمهم بقى كويس هل ده بيبقى تدخل بالأجهزة دي ده تدخل بنظام غزائي بس مش نظام غزائي للرياضيين النظام بقى أنه هو يفقد وزنه بشكل سريع وفي نفس الوقت تدخل بالأجهزة اللي هي بتأثر على المناطق اللي بتخلي عنده سمنة موضعية لكن دي حاجة من الحاجات اللي احنا بقى بنفضها لفتغذية الرياضيين وليس سيلاح لحضرتك من شوية أنا عندي اللعيب دوت في فترة إعداد مفيش حاجة اسمها لعيب في فترة إعداد والدوري واقف أو المنافسات واقفة أكل براحتي وبعد كده لما تيجي بقى المنافسة يبقى يحلها ربنا مخلص فيها جهزة جديدة للوقت وحديثة وشغل عالي وبتاع رحمة أخيات الساعة لا 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 ده مش حل لأنه هو حتى مستوى أداءه لما يبتدي عبالة ما يوصل بقى لمرحلة التدريب ويوصل لمرحلة بقى البطولة بيبقى مستوى أداءه وبيبقى ضعيف طيب في جزئية تانية بقى ودي الجزئية الخطيرة جد نسمع دائما عن المنشطات أفهم المنشطات اللي بقى أدوية وحبوب اللي عيبة خيات حاجات غلط بس اسمعنا للوقت مؤخرا يعني أنه فيه أكل ممكن يبقى فيه مواد منشطات فيه مش حالف يقولك كبدت إيه وممكن يأكل يكون كال إيه فيبقى فيها منشطات هل الكلام ده حقيقي وصحيح؟ كل الحاجات اللي ليها علاقة بالسابليمنت أو المكملات الغذائية طبعا دي لازم تبقى تحت إشراف طبي أنا كنت يزغيلك في المكملات الغذائية كبير بمعنى أنه هو طبعا المنشطات فيها أدوية كتير هدخلت منشطات مفيش حاجة منشطات في الأكل مفيش ده كلام غلط بص حدرتك يعني لو جينا مثلا عندنا مثلا سيرينا ويليامس دي أحد لعيب التنس السوكر على مستوى العالم طبعا واللي طلبوا أنه هو تدخل في منافسات الرجال دي منزلة على الصفحات بتاعتها لأن الناس دخلت عليها تلاقي أن النظام الغذائي بتاعها يخلو من أي سابليمنت وأي منشطات خدتها في أي فترة من حياتها برنامج غذائي متوازن ليه؟ لأنها بتعرف تنظم الأكل بتاعها وده اللي أنا بفضله لكن نفرض أنا عندي لعيب فيه عنده نوعية أكل ما يحبهاش أنا لازم أدي له نوع من أنواع المكملات عشان تعوضه بس لازم تحت إشراف طبي بمعنى أن فيه مكملات بيبقى فيها نوع من أنواع الهرمونز وبيبقى فيها بعض الحاجات الإضافية اللي بتأذي اللعيب وبتأذي الفتنس بتاعه وفي نفس الوقت تأثر عليه بشكل سلس فدي لازم تبقى تحت إشراف طبي وأنا مش بفضله لسبب لأن أنا بحب كل ما هو طبيعي إذا كان اللعيب بيقدر ياخد كل ما هو طبيعي ويتم تغذيته بشكل صح أعتقد أنه هو مش هيبقى بحب بيبقى حابين أنا عارف بعض اللعبين يقول لك لا أنا حابب يبقى شكل يفت يبقى رايح الجيم بياخد حاجات يعني في بعض اللعبين كان فيه عليهم كلام الفتر اللي فاتت ولما دخلت وسألت طلع أنهم أخذوا بعض المكملات بياخدوها بجرعات معينة ولفترات معينة لأن زي ما قلت الحضرتك فيه نوع من أنواع المكملات بيبقى مضاف عليها ستيرويدز أو نوع من أنواع الهرمونز اللي ممكن لو اتكشف عليه في المنشطات يطلع من المنافسات دي تمام فطبعا هي بتتاخد وزين لمتز في أضيق الحدود أنت كدكتور بيكلمك مثلاً اتحاد بيكلمك هيئات كبرى أنا لا أتحدث عن أندي أنا بتكلم عن اتحادات وإحنا رايحين نشارك في بطولات كبرى لألعاب فردية حتى مش شرط ألعاب جماعي بيكلمه معاك ويقولك إحنا محتاجين تعمل لنا النظام كامل لكل اللعبين عندنا زي ما قلت لحضرتك كنا زمان ما كناش بنشوف الحاجات دي لكن حديثاً لا فيه أندية وفيه اتحادات بتطلب مننا اللي هو تقييم الحالة التغذوية لكل اللعيب اللي عندها وفعلاً بيجي لنا أحد الأندية بييجي عندنا وبيطلب مثلاً 40-50 لعب بنبعث الكومنتس بتاعتهم اللعيب ده وتوزنه كويس بس اللعيب ده للأسف نسبة الدهون اللي عنده عالية جداً فده لازم يفقد جزء كبير وده اللي حضرتك قلته من شوية اللعيب جاي في بداية التدريبات عنده وزن زيادة أكتر من 8-9 كيلو ودي أنا شفتها كتير وفي أندية في الدوري الدرجة الأولى لدعي لذكر أسماء يعني للأسف دي جزء من الثقافة اللي احنا لازم نبتدى نغيرها بما أننا عايزين ندخل في المعتركات الدولية أننا لازم نفكر فحتى ثقافة التغذية حتى وإحنا مش عندنا منافسات لكن لا دي بيئة موجودة ناس بتطلب تقييم الدهون تقييم نسبة اللعيب ده وت هل عنده كمية ماية كويسر؟ لا هل اللعيب ده فت إن هو يبدأ ينزل بطولة؟ ولا لا هل اللعيب ده وت نسبة الدهون اللي عنده دي هتعرضه لإصابة؟ وفعلاً في بعض الأندية بتخلي اللعيب اللي عندها نسبة الدهون عالية بتتوقف ومش بتاخدها معاها لحد ما ترجع لوضعها الطبيعية في بعض اللعبين الفترة الأخيرة سواء في مصر أو برا مصر يقع في المال لقد الله يفقدوا حياتهم سواء بأزمات قلبية بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية يعني بتفاصيل من هذا السياق هل بيبقى بس بعض المشاكل في عضلة القلب ولا هي ممكن يبقى لها دور بسبب التغذية؟ بيبقى فيه لها جزء من التغذية في بعض الحاجات الصغيرة جداً في سوق التغذية وفي بعض الحاجات اللي فيها نسبة المية اللي قليلة جداً فعلاً لما نسبة المية عند اللعيب تقل جداً ممكن تأثر ليه بشكل سلبي اللعيبة اللي ساعات بياخدوا مشروبات الطاقة لدى للأسماء اللي فيها نسبة كافيين عالية جداً الكافيين من الحاجات الحلوة جداً جداً لأنه بيغزي عضلة القلب لكن في بعض الأحيان بيبقى فيه درجة ريسك عالية على عضلة القلب عشان كده يمكن زي ما قلت لحضرتك فكرة إن أنا أخد إيه وإمتى وإزاي وليه وكميات عامل إزاي وكميات عامل إزاي لازم يبقى فيه دكتور يعني مثال الكافيين فيه دي بيتس كتيرة فيه اختلافات كتيرة في علم التغذية يقول لك ما تاخدش الكافيين قبل التمرين ليه لأنه من الحاجات الميديوريتك اللي يخليك تفقد مياه وجات اللي هي الحاجات الامريكان سوساشين اللي هي الحاجات المنظمة الأمريكية لتغذية الرياضيين والإنترناشونال برضو قالت لك لأ أنت ممكن اللعيب اللي هو أدكت للكافيين بدأ يبقى عنده إدمان مش إدمان بمعنى إدمان إنه هو خلاص لو ما شيفش الكافيين هو مستوى أدوة هيقل حتى لو أنت بتعتبر إن ده جزء ممكن يأثر عليه سلبي لأ اشتغل على السايكولوجيكا اللي بتاعه أو على الحالة النفسية بتاعته ادهوله بس يزود نسبة المياه يبقى بندخل في كذا فكرة حاجة غلط بس إحنا ممكن نديها للعيبة بس نصحح المفهوم بتاعه وحاجة صح ممكن تقول للعيب خد الأكلة دي قبل التبرين يقول لك أنا لو كانت الأكلة دي مفيدة سنة معدتي هبوز تماما دي حاجة مفيدة لكن هتأزيه في مستوى الأداء ودي اللي بقى دايما التوازن ما بين دكتور التغذية اللي موجود مع الفريق إنت بتعمل إيه وإزاي دكتور علاء أنا حقيقة استمتعت بالحوار ده وأرجوك نقرره بشكل أوسع كمان الفترة اللي جاي أنا باشكر حلقك شكرا جزيلا شرفت ونورت شكرا الدكتور علاء كان اللي كانت مع الدكتور علاء الدين عبدالرازي استشاري العلاج اللي ليه علاقة بالتغذية بغذية الرياضيين ودي نقطة مهمة جدا وهنقررها تاني عشان ما ينفعش تبقى فرعية هي لازم تبقى حاجة أساسية في كل الرياضيين عندنا ولعيب كرة القدم طبعا الاهتمام الأكبر وده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة